الظاهرة نقدمها من المركز الاخباري تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله اكد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان الدعاءات قنوات الفتنة والتضليل وسفك الدم السوري باستخدام الاسلحة الكيميائية في مناطق ريف دمشق باطلة جملة وتفصيلا وعارية من الصحة بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقوم قنوات الفتنة والتضليل وسفك الدم السوري بالادعاء كذبا كعادتها ان الجيش العربي السوري يستخدم الاسلحة الكيموية في مناطق ريف دمشق اليوم ان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اذ تؤكد ان هذه الادعاءات باطلة جملة وتفصيلا وعارية تماما عن الصحة وتندرج في اطار الحرب الاعلامية القذرة التي تقودها بعض الدول اعلاميا ضد سوريا تشدد على استكمال مهامها الوطنية في مواجهة الارهاب اينما كان على تراب الجمهورية العربية السورية تنفيذا لواجبها في حماية الوطن والمواطن انما تدعيه هذه العصابات الارهابية والقنوات التي تدعمها حول استخدام الجيش العربي السوري لاسلحة كيموية ما هو الا محاولة يائسة للتغطية على هزائمها على الارض ويعكس حالة الهستيريا والتخبط والانهيار الذي تعانيه هذه العصابات ومن يقف وراءها ان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اذ تؤكد اسرارها على تنفيذ واجباتها الدستورية في تخليص الوطن من رجس العصابات الارهابية المسلحة تدعو كل من يحمل السلاح ضد الدولة الى تسليم نفسه للجهات المختصة لتسوية وضعه قبل فوات الاوان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالجهة يأكد